موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم في حلقة جديدة من هذه السلسل التي دعي لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عن هدايات القرآن المتنزلة علينا في كتاب ربنا سبحانه لتكون لنا في هذه الدنيا نورا وهدى وطياء القرآن يعلمنا كذلك منهجا في الحوار كيف يحاور الإنسان أخاه الإنسان الحوار في القرآن ليس مجرد جدل يعني لا يراد منه الجدل بعض الناس يحاور من أجل المحاورة يعني المحاورة للوصول إلى شيء الوصول إلى حقيقة للوصول إلى حل المشكلة لكن الحوار ليس من أجل الحوار نفسه يعني ليس هو غاية في نفسه فالقرآن يعلمنا الحوار في كل قضية من القضايا الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن أي قضية القرآن دع الناس فيها إلى هذا الحوار يعني حتى القضايا التي فيها يعني ليس ثمت قضية أعظم من قضية القضايا متصلة بالعقيدة من إنكار حتى وجود الله عز وجل حتى هذا القرآن يعني يقول للناس أم خلقوا من أي شيء أم هم الخالقون يعني الذي ينكر الخالق إما أن يكون قد خلق من غير شيء هكذا أو أن يكون هو نفسه الخالق الذي خلق نفسه يعني وهذا محال يعني وذاك محال أيضا فتبقى ويبقى الحق هو أنه مخلوق خلقه الله عز وجل فإنكار البعث القرآن يعلمنا في الحوار في الذين كانوا ينكرون البعث يعني يرون أن الإنسان إذا مات ختمت المسألة تماما يعني النموذج البائس جدا أن الأرحام تدفع وأرض تبلع ثم ينتهي الأمر فالذين قالوا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا القرآن حاورهم قال قل كونوا حجارة أو حديدا يعني دعكم من العظام التي هي أساسا يعني في جسم الإنسان كونوا شيئا آخر كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني دعكم من الحجارة والحديد واختاروا لأنفسكم ما شئتم من أمر تصيرون إليه إذا متتم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا من الذي يعيدنا إذا صرنا إلى ذلك القرآن قال قل الذي فطركم أول مرة الذي فطركم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة أخرى وهذا أمر مشاهد مشاهد حتى في دنيا الناس ولله المثل الأعلى يعني لو تهدم بناء شامخا وسوج بالتراب لو جاء المهندس الذي بنى ذلك البناء الشامخ ومكن من أدواته الأولى التي بنى بها ذاك البناء لا أحد يجادل أنه يستطيع أن يعيده مرة أخرى فمتى ما تيسرت له الأدوات الأولى وعلى هذا فهذه حجة منطقية مشاهدة حتى في دنيا الناس الذي صنع الشيء أول مرة يمكن أن يصنع مثله مرة من بعد مرة ما دام قد صنعه أول مرة فلله المثل الأعلى قل الذي فطركم أول مرة كما خلقهم أول مرة يخلقهم من جديد فنلاحظ أن القرآن ذهب في هذا الحوار وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا هنا القرآن توقف لأن الأمر خرج من الجدال الحق أو من الحوار الحق إلى شيء لا يراد به الوصول إلى حقيقة يعني إنما يصبح الحوار بهذه الدرجة يحسن بالإنسان أن يتوقف لأن هذا إنسان غير جاد في حواره يعني سألت كيف تعود مرة أخرى إذا صرت عظاما ورفاتا فكانت الإجابة الواضحة أن الذي خلق أول مرة يعيدك مرة أخرى لكن عندما يصبح السؤال متى هو هذا سؤال لا قيمة له لا قيمة له ليس فقط من حيث من حيث المبدأ الإيماني أو الاعتقادي أن تسأل متى هو يعني متى يكون البعث أو متى يوم القيامة وإنما لا قيمة له حتى بميزان العقل الصريح يعني بمجرد العقل هذا السؤال لا قيمة له يعني إذا قيل لإنسان أن هذا البناء الذي أنت فيه الآن بناء معرض للإنهيار في أي لحظة سيكون جهده واتهاده كله في أن يتأكد من حقيقة هذا الأمر هل حقيقة هذا الأمر أم مجرد إشاعة أطلقت فإذا كان الأمر حقا وتأكد منه يقينا أن هذا البناء معرض للإنهيار لن يتوقف ليسأل متى ينهار هل بعد ساعة بعد نصف ساعة بعد ساعتين إذا تأكد يقينا من حقيقة هذا الإنهيار خرج مباشرة أما الذي يذهب ليسأل هذا يعني أنه إما إنسان غير جاد أو إنسان مكذب أو آكد وهذا تصرف لا يأتي به عاقل وعلى هذا فالقرآن توقف عند هذا السؤال ولم يواصل في هذا الحوار عندما قالوا متاه قل عسى أن يكون قريبا يعني هذا أمر خرج من الحوار الجاد إلى غيره الحوار الذي يدعو إليه القرآن كذلك الذي يقوم على هذا الرشد وعلى هذا العقل الذي يكون مع أهل الكتاب القرآن حدثنا بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه دعوة لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب الحوار لا بد فيه من قدر من الاحترام للمخالف القرآن حدثنا عن أن أهل الكتاب فيهم من كفر عندما نسب إلى الله عز وجل الولد أو عندما جعلوا الله ثالثة ثلاثة لكن القرآن هنا ما خاطبهم بأنهم كافرون وإنما خاطبهم بأنهم أهل كتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله هذا يسمى الحد الأدنى من التوافق الحد الأدنى من التوافق أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإذا توافقنا على هذا الحد الأدنى قطعا المشتركات ستتعاظم وسيرتفع هذا الحد الأدنى إلى سقوف أعلى إذا حدث هذا التوافق فهذه دعوة جادة إلى حوار جادة ليس فيه ثمة استعلاء وليس فيه ثمة عصبية وليس فيه ثمة إهانة أو احتقار القرآن في هذه الآيات جعل لأهل الكتاب قال الله عز وجل في هذه الآيات يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزله التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من المشركين فالقرآن هنا أثبت لأهل الكتاب علم قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا من قبيل الإنصاف يعني لا يمكن أن تحاور أحدا من الناس وأنت لا تسلم له بشيء أصلا ولا تعرف له فضيلة واحدة ولا تعرف له ولا ترعى له حقا واحدة القرآن خاطبهم بأنهم أهل كتاب والقرآن أثبت لهم بعض العلم ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم يعني زمان إبراهيم عليه السلام سابق لزمان موسى عليه السلام وسابق لزمان عيسى عليه السلام وعلى عيسى وعلى موسى تنزلت التوراة والإنجيل عليهم السلام جميعا وعلى أنبياء الله جميعا فالعلم الذي هو عند أهل الكتاب هو العلم بموسى عليه السلام أو العلم بعيسى عليه السلام هذا هو علمهم في التوراة والإنجيل لكنهم لا علم لهم بما كان عليه حال إبراهيم بما كان عليه حال إبراهيم عليه السلام فالقرآن يردهم ردا جميلا إلى هذا يعني أنت تحاور وأنت تجادل على علم لكن لا يمكنك أن تحاور وتجادل في شيء أنت لا تملك حتى أدوات المعرفة فيه ولا تعرف فيه قبيلا من دبير فهذا يكون من إقحام العقل في غير مجاله وهذه آفة من آفات كثير من الناس أنهم يذهبون يحاورون ويجادلون في مسائل هم غابت عنهم حقائقها ولا يعرفون فيها كثير علم فيذهبون يحاورون فقط يظنون أن الأمر مهارة باللسان وقدرة على الحجاج وعلى إيراد الحج من بعد الحج بغير علم وبغير هدى هذا كله ينبقي على المسلم أن يجانبه تماما القرآن يدعو إلى حوار فيه إنصاف وفيه عدل وفيه طلطف بالمخالفين وفيه دعوة إلى إعمال العقل وفيه دعوة إلى الحجاج بالمنطق لكن إعمال العقل والمنطق كله يقوم على علم وعلى هدى ولا يقوم على مجرد التخبط والضرب بغير هدى الله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة